دعني فقط أشير إلى أمر بالغ الأهمية قبل أن نكمل هذه الرسالة بالنسبة إلى المواطنين اللبنانيين بهذه الانذارات التي يطلقها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي وهذه الانذارات والتهديدات للسكان اللبنانيين قبيل الغارات الإسرائيلية هناك انذار لسكان منطقة سور في جنوب لبنان سأذكر فقط الشوارع التي أنذرها هي المباني بين الشوارع أحيرام جعفر شرف الدين أبو ديب وشارع الأثار إذن هذه الانذارات لهذه المباني الواقعة في هذه الشوارع في مدينة سور شارع أحيرام جعفر شرف الدين وأبو ديب وشارع الأثار لفت أن أيضا في هذه الانذارات تكون المدة الفاصلة بين هذه الانذارات وتنفيذ المقاتلات الحربية الإسرائيلية لهذه الغارات على هذه المباني التي هي مباني سكنية هذا حصل بالأمس وأول من أمس في بيروت في الضحية الجنوبية في منطقة الجناح وأيضا في الطيون تكون الانذارات والفترة الفاصلة بين إعطاء هذا الانذار أو هذا التهديد بالإخلاع وتنفيذ المقاتلات الحربية فترة قصيرة جدا حتى ربما في بعض الأحيان كان لم يتسنى للسكان هذه المباني الوقت الكافي للمغادرة نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية التي تشن على هذه المباني ترجمة نانسي قنقر